من أحكام الحج سين أحرم بالحج ومنع من دخول مكة لعدم حصوله على تصريح فماذا يفعل؟ أولاً مما يجب الحرص عليه ضرورة الالتزام بأنظمة الحج وعدم مخالفتها ومن المخالفات الحج بدون تصريح ثانياً لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه والله تعالى يجزيه إن شاء على قدر ما فعل من أعمال الحج بإخلاص ثالثاً من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يدبحه حيث أحصر لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ثم يحلق رأسه أو يقصر وبذلك يكون حله من إحرامه وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل حج بدون تصريح فمنع من دخول مكة فماذا يلزمه فأجاب إن كان قال عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فيحل ولا شيء عليه وإذا لم يشترط فالواجب عليه أن يذبح هديه لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ويتحلل أن يحلق أو يقصر حيث أحصر والله أعلم ترجمة نانسي قنقر شكرا